أهلا وسهلا بكم في الفقرة التانية من برنامج بيت المصريين ومعنا ومعاكم رحلة صعود نجم معنا ومعاكم الفنان عبدو حسني أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بك يا أهلا شرف ليه احكي لنا بقى من حراسات لكمال أجسام للفن احكي لنا بقى قصتك من الأول إزاي جه المجال الفن والأول كنت مداري بكمال أجسام تمام عندي عمسيساً بسهلة زينب والده اللي أرحمه كان في سخاني آه فقعدت عيشت بالطلبية تمام المهم اشتغلت في مجال كمال أجسام عن طريق كمال أجسام اشتغلت في البادي جارد آه يعني حد شافك في جم كمال أجسام مثلاً في الجيم اللي حضرتك كنت فيه آه واتوصل معاك من الفنانين المجال الفني لا لسه قبل الفن كنت باشتغل بقى بادي جارد لوف نوادي مع رجال أعمال مع عرب مع خلايجة آه شغل حراسات آه كنت شغلت آخر حاجة مع مستعد وسيل الداخلية آه في بنك الأسكندرية واشتغلت في حاجة كتيرة بقى في مجال البادي جارد آه طيب آه إزاي حضرتك نقول آه دخول عالم الفن سهل النهاردة المجال الفني سهل ولا صعب لا صعب جداً طبعاً ايه الصعوبة من وجهة مظهرات الصعوبة أن حضرتك يعني فيه قبل مجال الفن فيه عندنا مكاتب اسمه مكاتب الكاستنج أيوه مكاتب الكاستنج دي انت مهما تلف فيه أنا عادت مثلاً ألف عياه خمس سنين آه ناس كتير كل شوية أروح آه عشان خاطر أعمل حاجة آه ياخدوا البيانات وإركان وخلاص آه ان انت بتمشي على طول تمام المهم بعد توفير من ربنا سبحانه وتعالى بلقت ان انا طب ايه يا جماعة المشكلة جاية منين انا لقواه كنت باشتراها البادي جارد فكان عاش خضر جسمي واحد يعني بعتت ورحت المكاتب آه رحت مكاتب وقدمت فيها كتير جداً كتير كل مثلاً شهر مرتين آه على مدار مثلاً خمس سنين تمام كل سنة لما يجيلي حاجة وقالت ان انا اعمل ايه بقى طب المشكلة منين المشكلة انت لازم تاخد ورش التمثيل اخدت ورشة واثنين والحمد لله شرأت على نفسي تمام من هنا بدأوا ان هما بقى يتكلموني بعد ما عملت ورش التمثيل ورش التمثيل آه اذا الواحد يشتغل على نفسه لازم شعر نفسك جامد جداً شعر نفسك رياضة في تمثيل في كل حاجة تمام مين مسلك الاعلى في الفن مسأل الاعلى الاملاق استاذ محمود المريجي تمام الاستاذ كبير عادل ادهم اللي هما بيتقمسوا ادوار الشر فانا منجيل الناس دي بحب الناس دي ومنجيلهم وحتى كمال لما بكون في التصوير انا بتقمس الدور جداً الدور الدرجة اللي قدام يصدقوا اللي قدام يصدق ان انا عامل المشهد بجد تمام طيب احكي لنا كده المشاهد اللي قدامنا على الشاشة المشهد ده طبعاً في اعلان عملت حددك شهير ودي كانت نقلة من التمثيل للاعلانات الاعلانات ولسه في اعلانات ان شاء الله قادمة جديدة بالتوفيق ان شاء الله ده كان في رمضان ده كان قبل رمضان يعني انا اعملت شهر 12 مع عوصاز احمد هاني مخرج الجميل اللي انا اتشرفت ان انا اشتغلت معاه و اعملته ده اصلا المشهد ده كان جملة واحدة بس تمام فانا لما اشتغلت معاه اه لما اشتغلت معاه ولان انا متكلم ومركز في شغلي فقال لي تب خلاص يا عبدو بس هتقولك جملتين دول وصلت لحد اللي هما بقوا تمام جمل في صور تاني يا جماعة عرضوها لنا على الشاشة لو سمحتو وعلق لنا عليها ده المشهد كان فين بقى فيلم ايه المشهد ده كان الطريح اصلا اشتغل فيه بادي جارد يعني ما ليش دعوة خالص بالتمثيل انا رايح اشتغل فيه بادي جارد المهم يعني طلبوك عشان بادي جارد اه فقال لما اروحتي هناك الاخراج الجميل انا طبعا ماشي بتماشي طبعا فقال بالتصوير بعد ما وصلنا وقف التصوير فبتماشي اخرج شفني تعالي يا أستاذ فضل وروح ما دخلني اللي انت ضابط امن دولة وهتستقبل الفنان خالد زاكي اه يعني صدفة اه صدفة كنت رايح اساسا مش عشو شغل الفن اشتغل بس ان انا وقف مع اصدقائي اه تمام تمام فحطني وقال لي انت هتستقبل أستاذ خالد زاكي واتكلمت مع ابو قوله تفضل لفنديم طبعا وزير الدخليفة بقى استقبله وبستقبل بقى الفريق اللي جاي بعدين في نفس العمل في نفس المساعدة الآن تمام اه صورة تانية اه ده طبعا ده مساعدتها المملكة في توسف المغربي ايه مع الجميل أستاذ منتر رحانة اشتغلت معاها وكنت طالعا انا ادريق اليمين بتاعه وبقى وبنعمل شغل اكشن اه حلقتين واربعض يعني حلقة التاسعة والعشرة في الأستاذ المخرج اه قال لي انت هكوم معا اه من رجالته من الادوار الجميلة ده طبعا ده فرحيم اه رحيم ده ورسي اه اه فرقت عن جمل جدا اه اعايز اقول لي كان من هنا اعايز اوجي الشكر الصديقي المخرج العبكاري والاستاذ رمضاني صلاح ده كنت رايح فرحيم ده حدي عادي ان انا برضو بادي جاردة بس في تأمين بقى لو ابتع رحيم تمام فالاخراج بيحطني بيقول لي يا عبد اطوقف في المكان دوت راح والاستاذ رمضاني قال له لا سيب عبده عبده صديقي ورح وخيدني قال لي عبده انت هتطلع الدراع اليمين لأستاذ ياسر جلال بس عم حاجة تخليك معي عشان ده في ركورات تانية وطول خلاص أستاذها معاك وفعلا اشتغلت معاك وقد الدراع اليمين بقى الرحيم وبنعمل بقى دخلين معا من الدولة اه جميل جدا مسالسل بقى ده في اعلان وي تمام طالع بقى من الفرعنة طبعا اختروني قبل كده في اعلانات لما كنت بروح المجال ده فانم اخترونيك كده في اعلانات كان صدفة بدخلك للفن وبرضو دخلت مجال الاعلانات حطيني بقى وعملت حاجة كويسة جدا والمشهد ده ده في صدفة الطائعة مسالسل فيه ايه احب الاعمال لك من الاعمال دي كلها اللي انت اشتغلتها احب الاعمال هو فيلم عشان خارجين فيلم عشان خارجين نحسن الرداد وامي سامير غارب ساب بصمة فيه ساب بصمة فيه وكمان كان داخل عيد وانا ما كنتش عملت حاجة ساقتها فبالنسبة لي لما كل بقى صحابي واهلي وكل وشافني وقال لي عبدو انا شفتك وانت عملت الشغل كويس جدا كان من قصادهم بقى وكان لسه لازل فيلم عيد فبالنسبة لي حاجة كبيرة نوع كل اللي بقى شوفه وكمان بتعليد كل شوية بقى على القناوات الفضائية فساب معايا بصمة كويسة جدا ايه العمل اللي لما تشوفه لفنان معين انت بتحبه تقول يا ريت كنت عملت انا المشهد ده او العمل ده العمل ده هو عمل عام بتاع اي حد من الفنانين انت حبيته لما تفرجت عليه قلت يا ريت كنت اختاروني في المشهد ده انا اعمله او الدور عمته هو مسلسل الكبير العملاق اللي هو على قديمه قوي اللي بحب تفرج على فلامه مسلسلاته وستس فريد شوئي كان مسلسل لي وكان هو في المسلسل ده كان بيفكرني بوالده الله يرحمه فابنه كان بيعاني كتير في المسلسل فانا كان نفس ان انا بقى مكياني يعني عشان قادر اشتغل معاو وكنت حبيب شرسوته كمان في المسلسل ده تمام احنا بنشكر حضرتك وبالتوفيق دايما ان شاء الله من نجاح لنجاح ونلتقي مع حضرتك تاني في بيت المصريين ان شاء الله من نجوم صف الاول وبنشكر حضرتك على هذا اللقاء ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة